في هذه الحلقة الخاصة من بيت للكل نحن نتكلم عن القادرون باختلاف أو داوي الهمم والحقيقة وإحنا بنتكلم من مصر لازم نعود بالذاكرة لسنوات طويلة سنوات قفزت فيها مصر قفزات كثيرة جدا مشروعات بنية تحتية مشروعات عملاقة طرق القفز في الريف المصري بإحنا بنقدم المسندة والمساعدة لأهلينا في حياة كريمة لكن من أهم الحاجات كمان هو بنى الإنسان وإنك تساعد الإنسان خاصة لو كانوا قادرون باختلاف أو داوي الهمم لقائي الآن مع دكتورة أمل مبادة رئيس الاتحاد الرياضي للإعاقات الذهنية مساء الخير أنا دايماً ببقى سعيدة لما بقبل أنا ليه الشرف فوجودك النهاردة كمان أنا عارفة أنت بتبزيلي مجهودة قد إيه فخلينا كده مش عارفة أبدأ منين يعني خليني نبدأ بالجديد وبعدين نرجع للتاريخ طيب الجديد إحنا الحمد لله أنا من كم يعني قريب حصلت على عضوية اللجنة البرالنفية فأخورة قوي بالبدأ لأنه قادرون باختلاف خليتني أشتغل مع جميع الأشخاص داوي اليعاقة مش بس الزهنية فكنت دايماً علاقتي بتنتهي بعد قادرون باختلاف وارجع بقى أشوفهم تاني إحنا بنحضر فوجودي في اللجنة البرالنفية لأ أنا بقى طول الوقت مع داوي الإعاقات المختلفة دا نمرواحة لسه إحنا بنحضر لبطولات السنة كلها إن شاء الله بنعمل أجندة حلوة قوي لقادرون أربعة اللي فخامت الرئيس إدى النور الأخضر إنه السنة دي تبقى إقليمي وممكن نعملها داوي بس أنا عشان يعني بفكر أن هي تبقى إقليمي الأول ونبتدي بالعراق والأردن وفلسطين وبعدين إحنا بيطل الكل كده معاكم رسمي بالضبط ونبتدي بقى بعد كده نكمل إن شاء الله يمكن السنة الجاية نقدر نعملها داوي اشتركوا في القناة